مأساة مستشفى المعمداني ما زال صدها يتردد عدد كبير من الضحايا سقط ومعه يحاول كل طرف في الحرب إسقاط تهمة قصفه عن نفسه مخابرة غربية وترجحة أمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية دون وجود دلائل واضحة حتى الآن وردا على طلب تسلم الصاروخ قالت حماس إن الصاروخ ذاب مثل الملح في الماء ولم يبقى منه شيء وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن القيادي في الحركة غازي حماس الصاروخ ذاب مثل الملح في الماء لقد تبخر ولم يبقى منه شيء أنتم تتجاهلون كل المجازر الأخرى قيادي آخر في حماس قال إنه بالإمكان الذهب إلى غزة للتأكد من الأدلة من قال إننا ملزمون بتقديم بقايا كل صاروخ يقتل شعبنا على العموم يمكنك أن تأتي وتبحث وتتأكد بنفسك من الأدلة التي بحوزتنا في المقابل رفضت إسرائيل طلب تقديم سجلات لجميع أنشطتها العسكرية في المنطقة وقت الغارة وتحديد مقطع الفيديو الذي استندت إليه في تقييمها لمسؤولية الفصائل الفلسطينية الروايات الإسرائيلية متضاربة الأدميرال في الجيش الإسرائيلي دانيال هاكاري سبق وقال إن الصاروخ الطائش أطلق من مقبرة قريبة من المستشفى لكن الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على الإنترنت بيّنت أن موقع الإطلاق كان بعيداً لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر